على المستوى الشخصي كيف شاك موضوع كورونا ضمن الإطار الزمني وضمن التحولات التي سيرسمها خلال الأيام المقبلة طبعا أنا لست باحت متخصص في الأمور الطبية ولكن أعتقد أن كورونا بشكل عام كجائحة ربما أنه تجاوز كثير من الـ أو التوقعات والتنبؤات التي كانت قائمة والآن العالم يحاول يتعامل مع التنبؤات الخاطئة التي كانت موجودة في السابق أنا أعتقد أن ما قامت فيه المملكة الآن من التحرك السريع الذي أشاد به العالم أجمع وأيضا التأكيد والثقة بوعي المواطنين حقيقة هذه من أهم الأشياء التي ممكن أن يركز عليها أعتقد أن فيه تسارع كبير جدا في المملكة بين الباحثين لإنجاز الأدوات التشخيصية وهذه مهمة في هذا الحال التي يسموها التستكيتس في الأدوات التشخيصية هذه في أول ما بدأ كورونا كانت تأخذ إلى ستة أيام تخيل مثلا أن المريض يأتي إلى المستشفى وتأخذ من نعينه مع أن تكونه روح ستة أيام وحاول تعزل نفسك لكنه ما تضمن أنه فعلا تعزل نفسه بعد ستة أيام لما تكتشف أنه عنده مشكلة تحاول أنك تتعامل من الآن مع المشاكل التي صارت بعد خروجه الآن في عندنا فرق بحثية كنت تتحدث معهم إلى أمس في المملكة هنا في الجامعة يتحدثون عن أنهم يقلصون هذا الوقت إلى 45 دقيقة تخيل 45 دقيقة هذه تعتبر بريك ثرو لأنك الآن لا تخاطر بأنك تطلب من المريض أن يخرج المستشفى تعمل التحليل إذا هو بوزيتف تبدأ في إجراءات العلاج مباشرة أتمنى أن تتسارع الخطأ أتمنى أن نوفق جميعا بإذن الله بتجاوز هذه الجائحة بإيقاء سريع أم لا يحتاج طول نفس لا أعتقد طبعا هو فيه أكثر من دايمينشن أو أكثر من مجال نعمل فيه أنا تقييم الشخصي أن موضوع اللقاح ربما سيأخذ وقت أطول من إيجاد دواء إيجاد دواء قد يكون أسرع الآن ولكن الأشياء التي ممكن أن تعمل مثل ما ذكرت أدوات تشخيصية تسريع تصنيع الفنتليترز أو أجهزة التنفس الآن وعندها في المملكة الآن مجموعة من الفرق وإيضا كان فيه مصانع بدأت تعمل في هذا المجال لأنه تعزيز المحتوى المحلي وتعزيز الاكتفاء الذاتي في وسط الأزمات هذه جدا مهم الآن بعض الباحثين مثلا في بدايات الأزمة كان يشتكي أنه ربما بعض المواد التي نحتاجها من بعض الدول المواد الأساسية قد يكون فيها إشكال في إرسالها لأنه وتيرة تسارع المرض وانتشاره بين الناس أسرع من القدرات الإنتاجية لهذه المصانع وهذه الجهات أنا بإذن الله مؤمن أننا سنتجاوز هذه الجائحة ومؤمن بإذن الله أنه بتضافر الجهود ووعي الجميع سنستطيع بإذن الله أن نقلل من الإشكالات ولكن يجب أن نأخذ الموضوع على محمل الجد دكتور ناصر عقلي وكيل وزارة التعليم للبحث والابتكار شرفتنا وبالمختصر شكرا جزيلا لك شكرا لكم شكرا لكم